واحد من حلال مشكلة 250 الى 260 الف هذا الريدمي النوت 12 من شركة شاومي اذا فتحنا الصندوق اش راح نلقي في العلبة هاذا اول ما نلقيها اكيد يعني هاي تعرفها وهاذي الهوسة اللي ما راح تستفيد من حدها هذا هو حافظة الموجودة هذا الجهاز هاي بعض المعلومات تلقيها عليه هاي ظهر الجهاز الحلو وهي السفع عندك الجهاز وراويك شن داخل الجهاز طبعا هاذا كيبل الشحن الموجود هذي 33 واط الموجودة شكوا بعد ماكوشي فقط الكارتون الفاردة هاذي واجهة الجهاز بعد ما فعلنا الجهاز هاذي هي البرامج طبعا هاذا الجهاز يدعم الـ 120 هيرتز واحد من الاجهزة المتوسطة اللي يجبها تاريخ 5000 ملي امبير او اقل من المتوسطة طبعا هاذا معالجة السنابل دراجون من 685 اذا تقليش قد يشغل بوبجيت وقاله 30.40 سعره حاليا بـ 170 دولار او 160 دولار يعني قريب 250 او 260 الف عراقي هذا الجهاز يمتلك ذاكرة الـ 128 فهذا السعر مع هاي المواصفات شاشة اموليد 120 هيرتز يعني تقدير تقول واحد الاجهزة المرغوبة بهذا السعر تظروني بالمراجعة الكاملة واشوف شنو ويزاتك شنو عيوبة تحية تلكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر